كشفت شركة جاسبروم الروسية أن إمداداتها من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا تتواصل بوتيرة متصاعدة وقالت جاسبروم في بيان لها اليوم الأحد أن إمداداتها عبر نقطة دخول صجة شهدت ارتفاعا عند 41.7 مليون متر مكعب بعد أن سجلت 41.4 مليون متر مكعب أمس السبت وأكدت شركة الروسية أن أوكرانيا رفضت طلبا لتوريد الغاز عبر نقطة دخول رئيسية أخرى هي صخرة نوفكا